قصتنا النهاردة عن هاجر البنت اللي عيشة في بيت بيتكون أفراده من فريقين هاجر وباباها وبا إخوتها فريق ومامتها لوحدها فريق تاني طول الوقت في بينهم تحدي عند وده ظهر لما تقدم لأختها عريس الأم كانت موافقة عليه لكن هاجر وباباها وعمامها وبا إخوتها كمان شافوا أنه مش مناسب لحد ما أقنعوا أخت هاجر من هي ما تفكرش فيه وبعدها تقدم لأختها عريس تاني الأم رفضته مع أنه راجل كويس أهله كويسين حاولت طباز الموضوع ما أي شكل لما ما قدرتش قالت لك وش أحضر الفرح فضلت مقطعها رفضت تزورها لمدة سنة لما رجعت بقى تكلم بنتها تاني بقيت تعامل جوز بنتها وأهله معاملة وحشة جدا رغم أنه بنتها خلفت منه عيشة معامة بسوطة ودلوقتي هاجر حبة أخو جوز اختها مرتبطة بيه بقى لها فترة ولما مامتها حست المشاكل القديمة رجعت من تاني وهاجر ما بقيتش لقية أي طريقة ممكن تهدي بيها مامتها لشكلها ناوية تعيد كل اللي حصل ده من أول تاني هاجر خايفة إنه موضوع يبوز شارفة تاني بليه